بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا بكم في شابتر ايت بارت سيفن مومنت فيرسز كيرفيتشار لوت موضوع المومنت اللي هو علاقته بالكيرفيتشار ده موضوع مهم جدا لان ده بيحدد الاستيفنس بتاعة القطاع عند مستويات مختلفة من المومنت طب لو بصينا على الكيرف ده او على الجراف ده ده علاقة بين ايه المومنت الموجودة على السيكشن مع الكيرفيتشار اللي بيحصل لان احنا عارفين كل ما ادي اللوت ده المومنت اللي عندي فبيحصل كيرفيتشار مقداره دلتا يبقى احنا عايزين نشوف العلاقة بين المومنت وبين الدفليكشن مبدئيا ان المومنت كل ما حيزيد قيمة الدفليكشن بتزيد طب نشوف الكلام ده على المنحنة المنحنة دوت ممكن نقسمه لثلاث مراحل اللي هو من زيره لإيه ومن إيه لبي وبعد كده الجزء اللي هو هوروزونتل دوت معناه انه حصل ييلد في حديد التسليح طب الجزء اللي هو من زيره لإيه ده معناه انه حصل هنا كراكينج وده الكراكينج مومنت اللي بعده الكيرف عندي بيبقى نون لينير يبقى الجزء ده لينير معناها ما فيش كراكينج اول ما يحصل ان الكيرف ياخد شكل البرابولة اللي عنده دوت يبقى في الحالة ديات بدأ يحصل الكراكينج طيب يبقى في النقطة ديات السيكشن بدأ يشرخ معاك يحصل فيه كراكينج بيبدأ المومنت يزيد لغاية لما يحصل الينفورس منت عندك فيه ييلد بعد كده بيحصل الفيلير يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل مرحلة اللينير مفيش كراكينج من A لB ديات منطقة الكراكينج الموجودة في الكروس سيكشن بعد نقطة B بيحصل ييلد في الرينفورس منت طيب ميل الجزء اللي هو اللينير دوت ده بيعبر عن اللي ستيفنس اللي هو EI بس لما يبقى الحالة ديت ما فهاش كراكس الجزء اللي هو البرابولة دوت ميل اللي اللي سلوب دوت ده بيعبر عن اللي ستيفنس في حالة الكراك ديسكشن وبنقول ان الفاي بتساوي M على EI اللي هو اللي سلوب بيساوي M على فاي بيساوي EI اللي هي اللي ستيفنس بتاعة القطعة يبقى اللي ستيفنس عندي بتتغير من منطقة فيها كراكينج لمنطقة ما فهاش كراكينج طيب عايزيني نشوف اللي ستيفنس بتقل يبقى احنا عندنا مرحلتين ال EI بتبقى constant وده في حالة عدم وجود كراكس ال EI القيمة بتاعتها بتقل لان حصل كراكس عندك والكراكس ديت بتزيد مع زيادة المومنت